مساء الخير عزيزينا المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة خديدة من برنامجكم أمل وحياة برنامجنا متنوع وشامل هنتكلم فيه عن كل القضايا والموضوعات اللي تهموا الشارع المصري والشأن العربي هيكون معينا في كل حلقة ضيف جديد وموضوع جديد النهاردة حلقتنا عن قصة كفاح شاب مصري تعب وكافح من أجل تحقيق حلمه ومش بس كده كمان بقدر كمان يغضم بلده معينا النهاردة ضيفنا الأستياز أحمد فيرس بادرون أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك يا فني نورتنا ونورتك برنامج بأمور حضرتك والله يا فني وربنا يبارك فيك كنا عايزين نعرف السادة المشاهدين قصة كفاحك ونتعرف بيك أكتر تحت أمر حضرتك وتحت أمر المشاهدين أنا أحمد فارس بادرون متولي من قرية البقاشين مركز كفر شكرا محافظة الأليوبي بالنسبة لقصة كفاحي والكلام ده كله أي شاب من الشباب لو له فكر أنه هو عايز يجتهد وعايز يكافح وعايز يبقى له اسم على مدار السنين يعني بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة بعد عشرة سدقين هيوصل اللي هو عايزه لكن إحنا كشباب دايما بنفكر أنه لو الموضوع ده مجاش بكرة يبقى الموضوع بالنسبة للي مستحيل لا هو المفروض يبقى في خمص الشباب مفيش حياة اسمها مستحيل مفروض مفيش حياة اسمها فشل يعني أنا الوقت عملت مشروع أو أنا مشيت في مشروع طب المشروع ده أنا ما نجحتش فيه أنا ممكن أدور نفسي المشروع تاني واشتغل فيه مشروع تالت واشتغل فيه لازم أنا هوصل لمشروع أن أنا هعرف أوصله وأعرف أشتغل فيه وهو ده اللي يبقى ربنا موفقوني أن أنا أكمل فيه بزرعة وما استسلمش وما استسلمش الاستسلام ده بالنسبة للشباب المفروض ما يكونش موجود لكن إحنا كشباب وعمية كتير من الشباب إن بدأ مشروعه اللي هو بدأه ممكن شهر اتنين ثلاثة المشروع ما جابش ربح ما جابش إنتاج ما أزبطش معاه لا بأقل الخسائر ويطلق لا الموضوع مش كده أنا ممكن أغير الخطة بتاعتي أوه تمام يعني أنا أغير البرنامج بتاعي طب ألا أنا اشتغلت في المشروع ده كذا طب ده مش زابط معا كذا لأ أخش مشروع تاني لأ أعمل مشروع تاني المهم إننا يا ربنا هيوصلني لطريق إن أنا أمشي فيه وده يبقى مجالي إن أنا أشتغل فيه ومشي فيه على طول طبعا فهو ده موضوع خاص للكفاح يعني طيب طبعا في بداية حياة حضرتك أكيد وجهتك صعوبات ومشاكل كتير زي تعلمت زي تعاملت معيها وقدرت تتخطيها والله بص حضرتك ما فيش واحد بيبدأ أي مشروع اللي ما يقابله مشاكل ومعارضة من الأهل ممكن معارضة من الناس في الشارع معارضة من أصحاب المجال نفسه اللي الشاب بدأ فيه لازم فيه معارضات ولازم فيه مشاكل ولازم فيه ناس وقفة ضد لإني مش عايزين الشاب ده ينجح بس إزاي شطرت الشاب ده إنه يمشي ويكمل وسط العقابات دي وإزاي إنه هو يطلع وينجح دي شطرته إنه هو يفكر إنه هو إزاي يطلع من وسط الشبكة اللي هو فيها دي وفي الآخر هيتقال عليه ده شاب ناجح اجتهد ونجح صح أنه يقدر قدر سمد سمد قدام كل العقابات الله يبارك في حضرتك تمام كده فالموضوع الموضوع بيبقى صعب مش الموضوع سهل أنا فتحت مشروع وبدأت إن أنا هشتغل فيه يبقى خلاص يلا بعد سنة بعد اثنين أحمد ده بقى مفيش حد زيه لا مستحيل طبعا أكيد الحقيقة مطبط وبتطلع شوية وبتنزل شوية مفيش حد بيفضل فوق ومحدش بيفضل تحت فالاجتهاد إنك تمشي في النص ما بين البنين لا تمشي فوق وتكون فوق ولا تمشي تحت يعني الأمور ماشية ما بين البنين يعني الأمور تمشي في النص فتفضل إنت مسنود وأمرك ماشي وربنا ميصر لك أمرك سعى حضرتك خدت كلمتني قبل الحلقة وقلتني إن حضرتك سفرت خارج مصر تمام ممكن تكلمي عن رحلة سفرك بص يا رحلة السفر دي إن موضعي تحكي شرحه بصراحة يعني يعني يطول شرحه معاك أنا كبديتي إن أنا عايزة سافر شاب من الشباب أنا والدي مسافر للأمارات فش معنى أنا عايزة سافر زيه زي والدي زي إخواتي ومش عارف إيه والكلام ده دايماً يقول لي لأ خليك إنت في البلد هتسافر تعمل إيه المهم أنا صممت وسفرت يعني أنا صممت وسفرت لأمارات فبدأت أبني المشاكل بقى في الصفر يعني بدأ يأبني المشاكل إزاي طب والله إنت هتشتغل فورمان في شركة دهنات طب أنا اشتغلت 3-4 شهور فورمان في شركة دهنات طب أنا شفت شركة تنظيف عملتها اللي هي شركة التنظيف اللي أنا عملتها دي اللي هي بتجي حضرتك عارفة الفلل اللي هي بتتشطب وهتتسلم للمالك بينجيب عماله وبتشطب الفلل واخدت لي سنتين اتنين بس برضو في مجمل الحوار بتاع الصفر أنا ما بشجعش أي شاب من الشباب إن يسافر إن ما استثمرتش مجهودي وشبابي وتعبي في بلدي ما استهدش إن أكون ابن مصر بالضبط دي رسالة لكل شاب بياني حياته وأمله على إنه يستفر برا تمام استفر برا مش لازم يبقى مجدي بالعكس أنت ممكن تعمل مشروع في بلدك هتتعفيه شوية في الأول بس بعد كده هتجني سماره على مدى طويل تمام طب تحب تنصحهم بإيه؟ أنا والله أحب أنصحهم إن إحنا شباب في الفترة اللي فاتت أنا شايف شباب سلبية بطريقة حضرتك ما تتخيلهاش طب ليه السلبية اللي الشباب فيها؟ ليه إحنا كمجموعة مثلاً 3, 4, 5 إحنا كعشر أفراد ليه ما نفكرش في مشروع نعمله المشروع دول يكون هيتكون من 10,000 و 15,000 من 20,000 نبدأ نجتهد ونشوف مشروع كويس يشغلنا إحنا كعشر شباب اجتهدنا وعملنا المشروع بتاعنا وعملنا لدراسة جدوى كويسة وبدأنا نشتغل فيه ونمشي فيه بس مش المشكلة إننا نعمل مشروع مش مشكلة إننا نجمع المبلغ المشكلة في حاجة واحدة لأ المشكلة حضرك في حاجة واحدة الأمانة الثقة تمام الإخلاص صح إن التلاتة دول فضلوا موجودين ما بين الشركة وما بين بعضهم صدقيني والله لو بدأوا المشروع بعشر تلاف لا يوصل مش لمليون يوصل لمليار صح يعني انتفهماني إزاي؟ لكن في شباب أول ما بيبدأوا المشروع بتاعهم ويبدأ المشروع يدي معاهم كله بيبدأ يطمع ما ينفعش الكلام ده لأ طالما ما بيننا وبين بعضنا ثقة وأمانة وإخلاص بينا وبين بعض صدقيني المشروع يبقى واحد واثنين وتلاتة واربعة وعشر وهيجبر المشروع والفايدة هتعم بزيادة كمان وهتعم مش هتعم على العشرة اللي هم الشركة أو الخمسة أو الكلام ده لا ده هتعم على شباب كتير يعني هتحمس شباب كتير آه ده فيه مجموعة من الشباب عملت والله المشروع كذا بعد سنتين تلاتة بقوا كذا أنت فهمنا حضرتك إزاي؟ يبقى مجموعة تانية من الشباب هتفكر تعمل المشروع ده مجموعة تانية من الشباب وهكذا لكن إحنا مشكلتنا إحنا متكلين أن الدولة هتعمل لنا الدولة مش هتعمل لنا مش مش تقليل في الدولة أو تقليل من مجهودات الدولة يعني إحنا بنشكر سيادة الرئيس على دعمه للشباب السيادة الرئيس وقف معنا مش مش وقف معنا بس أنا برضو دايما أنا بقول الجملة دي ودايما بقررها أنا بلاش سيادة الرئيس أنا كاحمد أنا بيتي دا مكوم من 6 أفراغ طب البيت اللي أنا استلمته دا البيت دا أي للسقوط وهيقع أنا استلمته مهدم وإيه من للسقوط وهيقع طيب هأكل ولادي وشربهم ولبسهم وخليهم يعيشوا أحلى حياة لحد ما البيت يضطرب على لنا كلنا واللي أبدأ أهتم بطرمين بيتي بصدفة واهتم بالباحات نشوف الأولويات إيه والأسس إيه اللي استلم ويأكلوا على الأد ويتحملوا معايا وبعد كده هنعيش أحسن عيش بالضبط سدينه هتبقى استثمارات ودميه هتبقى مفيش بعد كده إن شاء الله صح صح حضرتك كنت قلتين من أي منطقة أو اسم بلدك قرية اسمها قرية البقاشين قرية البقاشين هي بلد زراعية ولا تجارية ولا صناعية بصي حضرتك هي عامة الأليوبية مش البقاشين بس هي عامة الأليوبية مشهورة بالزراعة بالزراعة أي ما حصيب بقى اللي هي الموالح الموالح اللي هي الاستفندي الاستفندي والبرطان ده هو شهرة الأليوبية كانت بكده يعني على طول دايما شهرة الأليوبية بالاستفندي والبرطان ده معروفة والمحطات ومعظم التصديق كان بيبقى من الأليوبية إلا بقى طلع بقى البحيرة والمناطق التانية والكلام ده كل فإحنا لحد النهاردة إحنا مشهورين بالموالح عشان كده حضرتك قلت لي إنك اشتغلت في الموبيدات الحشرية تمام الزراعية تمام 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 منتج مش مش كويس بكرة مش عارف إيه طب أنا ليه ما اتجهش للمصانع ليه ما اتجهش للشركات أجيب منها من هنا فكرة المحل بدأت طب أنا لما وصلت للشركات لقيت سعر المنتج تقلني من ما أنا باشتريه وليه يكون وفر 5 جنيه وليه يكون وفر 10 جنيه طب أحمد انت ليه ما تعملش محل والمحل ده يساعد الناس الغلابة صح يعني أنا بدلا ما هاخد الحاجة هباحة أنا هحط عليها 2-3 جنيه تمام بس توصل للمزارع بسعر كويس يعني الناس غلابة الناس غلابة وفي ناس كتير ما اترحمش صح بس ففكرة المحل المبيدات هي جات من الموضوع ده ان أنا معرفت بالشركات بدأت معرفت بالمصانع بدأت ان أنا افتح محل المبيدات وحبي للزراعة وللمبيدات بما ان حضرتك بقى اخترت الملف الزراعي عايزين حضرك بقى تكلمنا عن المشاكل اللي واجهت الفلاحين في بلدك والله هقول لحضرتك ودورك ايه فيها اكبر مشكلة بتواجه الفلاحين او بتواجه ايه بتواجه احنا لحد دلوقتي المبيدات اللي مش تمام اللي مش كويسة يعني انا راجل او حتى البزرة نفسها اللي بتتزرع في الارض بتيجي مش كويسة انا راجل والله انا زرعت واتهت المفروض بقى دور صاحب المحل المبيدات ان انا اجتهد اجيب له مغزيات كويسة ليه اجيب له مبيد حشري كويس ليه بحيث ان الزرع بتاعته تطلع كويسة المزارع يطرد من وراها وربنا يا رضيحش خطر وخطر اولاده وانو ان توصل للمستهلك نفسه برضه تبقى نسبتها كويسة ما تضرش للمزارع ولا المستهلك ان انت فهمنا حضرتك طيب بالنسبة بقى احدك قلتلي ان الاليوبية مشهورة بالموالح تمام ومنهم البرطقان تمام مش محطط له تسعير زي زي اقول له حضرتك انا النهاردة اصبح دلوقتي اللي مسكن محطات معظم محطات وده اللي برضه حاجة انا موجهها للحكومة والسيطة الرئيس ان كان عندنا شركة شركات حكومية الشركات الحكومية اللي كانت بتاخد من المستهلك وتصدروا بأسعار كويسة طب ليه بدأ دلوقتي المحطات بقت في ايد مجموعة زي السوريين زي كذا زي كذا ليه هي دي المشكلة معانا فيبدأ يتحكم فيك في سعر البرتان والله هناخده منك بثنين والله هناخده منك بثلاثة والله هناخده منك بثلاثة ويبدأ يطلعوا بره بسعر تاني وبسعر غالي ومن اللي ينضر في الموضوع ده كله المزاري بالضبط طب احنا قلنا الشركات والمحطات التصدير انت قلت اللي هي السوريين تمام هي معروفة بالسوريين عندنا تمام طيب عايزين اعرف مقترحات حضرتك عايزين يعني نستغل طاقة الشباب تمام ونقضي على البطالة هل حضرتك في افكار معينة عند حضرتك ومقترحات؟ والله من يمة الافكار الافكار كتير بس المشكلة ان احنا كشباب لازم نوصل ان احنا نحط ايدنا في ايدين بعض سدقنا حضرتك لو حطنا ايدنا في ايدين بعض احنا هنعمل احنا مش هنحمل الدولة عبقنا يعني احنا لو 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 وقفنا مع بعضنا واتهدنا مع بعضنا سدقنا احنا هنوصل لبرا الامان وما فيش شاب فينا هيبقى عاطل وفي اماكن حيوية عندنا كتير وفي اماكن للشغل كتير بس احنا يعني مشكلتنا برضو معانا مفيش حد بيوجه الشباب للصحة بس هي دي اكبر مشكلة معانا من ناحية فيه حلول فيه حلول وفيه حلول كتير تمام بس احنا عايزين بقي ادينا في ايدين بعض ويد واحد وده اللي انا بوجهه للشباب احنا بدل ما نقعد على الاهاوي ونقعدين طول الليلة على الاهاوي وناخد طول النهار نوم في بيوتنا طيب بص الاحمد بص الكذا بص الكذا بص الكذا انبصيت للناس ديان سدقنا مش حد هيبقى زي وعندنا مصانع مصانع في منطقة صناعية عندنا في بانها القصة مش قصة المصانع برضو لأ فيه مشاريع كتيرة احنا ممكن نعملها وممكن نكتئت فيها ونعملها ونقف مع بعضنا ونبقى ايد واحد بالضبط ايه بقي حضرتك في قرار الازالة ومعاقبة المرتشين بص حضرتك قرار الازالة ده انا اتكلمت فيه قبل كده قرار الازالة ده قرار صائب مفيش فيه كلام انا مبنيش مخالف واطلع على واحد عشان ياخد مني فلوس ويقول لي ملكش دعوة وابني دور واثنين وثلاثة وعشرة ماشي وفي الاخر انا بيجي يتهدلي طب انا بنيت مخالف من الاول ليه انا مشيت غلط ليه فهو السيادة الرئيس بيعمله ده مش غلط ده صح انا واحد ماشي مخالف استهل اللي بيحصل لي ولا مستهلش بيش فيها كلام فمحدش يجي ويخش في قرارات الدولة وانا ماشي غلط ماشي وحضرتك تقول لي لا ده انت صح بالزبط ده قانون بس ماشي فيها كلام والقوالين محدش يجي يمت نازم نحترمه المرأة المرأة دي طبعا ده حاجة تانية يعني المرأة هي الام هي الحبيبة هي الابنة هي الاخت هي الزوجة بص يا حضرتك بدون المرأة مفيش عيشة على وجه الارض عشان من كلام لو هنتكلم عن المرأة الكلام هيطول كتير اريدين بقى نعرف حاضرتك ازاي هتدعم المرأة في الشيء والله المرأة بدعمة لوحدها المرأة ليه احترامها ان كانت ست بيت ان كانت موظفة ان كانت بتعمل اعمال حرة المرأة ليها دورها في كل حاجة احترم المرأة لما تكون موظفة وترجع من وظيفتها تروح بيتها تشوف ولادها تشوف اكل ولادها لهم احترام ولهم تقدير من غيرهم احنا ما نعرفش نعيش يعني انا مثلا وليكن هتكلم عن زوجتي انا بلف في شمال وارروح يمين واتكلام ده كله ولما برجع انا بلاقي زوجتي من انتظراني في البيت بيتي كويس ولادي عايشين كويسين المرأة دورها عظيم مش اتكلمنا على هنتكلم كتير يعني طبعا سمعت ان حضرتك عامل مشروع خيري كبير وهيتم يفتتاحه الجمعة الجاية هل ممكن حضرك تقولنا عليه ولا لا والله المشاريع الخيرية دي ما حدش ينفع يتكلم فيه ما انا ما قلتش الكلام ده بصراحة انا ما حدش ينفع يتكلم في الموضوع حاجة اللي بيننا وبين ربنا ديت شوية كلام طبعا طيب بالنسبة للمشكلة القميمة طبعا كل منطقة بتعاني من المشكلة دي ده مشكلة مزمنة من الزناية اهه ايه مقترحات حضرتك ديها بص هي مقترحاتها بسيطة وسهلة جدا وممكن الشباب اللي تعملها زي احنا دلوقتي لو مجموعة شباب عندنا في قرية زي قرية البقشي في القرية بتاعتنا لو جينا مجموعة شباب عشرة او خمستاشر واحد جينا اتفقنا مع المجلس بتاعنا بتاع القرية ان احنا ننم القميمة من البيوت هنشوف عربية مش هنشتري عربية هنشوف عربية هنأجرها برمز اجر رمزي وكل يومين في الاسبوع او ثلاث ايام في الاسبوع احنا بنلف على البيوت تمام بنابدأ ناخد القميمة في مكان كبير ليه في مثلا مقاول بياخد الحاجة دي بيبدأ يشتريها سدقيني والله هتبقى حياة كويسة جدا بس مرضو احنا بنستسهل احنا كده برضو يبقى شغلنا الشباب وفي نفس الوقت قضينا على مشكلة القميمة دي اقول له حضرتك اهو ماشي بس احنا مرضو بنستسهل هطلع عشان اجيب عربية كلنا عمين حملين على الحكومة تمام وده وده وصدقيني والله انا بس اللي عايز اوصله للشباب الحكومة عليها اعباء كتير بالزبط نازم نبدأ بنفسنا نازم نبدأ بنفسنا حتى الحاجات البسيطة دي احنا ممكن نتعامل فيها مع نفسنا وصدقيني حضرتك احنا لو بدأنا بنفسنا سدقيني هم هيساعدوني مش هيسيبوني يعني انا شايفيني شاب مجتهي ده هيحربوني مش هيحربوني هيساعدوني انت اكتهد انت على قل اللي ريحتنا وبعدت عننا سبتنا نشوف مصالح تانية وانت اكتهدت ومشيت وشايت طريقة فانا بتمنى من كل شاب من الشباب تعمل الكلام ده طيب حضرتك بقى كده هتاخدنا لحاجة خاصة عند حضرتك على فين بس حضرتك قلتني انك فتحت مشروع مبيدات زراعية تمام انا عايزة اعرف بقى يعني ازاي حطيت له مثلا درسة جدوى بدأت مثلا بمبلغ قد ايه ازاي تطور يعني مش هزم ارقام ممكن يعني نتكلم لا 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 ازاي المشروع ده تطور معيك وازاي انت وصلت للي انت فيه دلوقتي عشان يبقى نموذك للشباب بتاعنا والله انا اقول لحضرتك الموضوع اللي احنا بدأناه احنا ثلاثة شركة مع بعض وفكرنا في مشروع المبيدات وحطنا له رينج من المبلغ والله عشرين او خمسة او عشرين الف المبلغ مكانش مبلغ كبير اه مكانش مبلغ كبير وبدأنا وعملنا المشروع تمام واتحاربنا كتير وقابلنا تحديات وصعوبات كتير مش مش ان احنا فتحنا لانا الدنيا واردي قدام مننا لأ اتقال عينا اسعارنا مش عارف ايه وتقال عينا مبيداتنا مش عارف ايه وتقال الكلام ده كله بس احنا اتحدينا وكان عندنا اسرار للنجاعة ووصلنا بدل المحل بقى اتنين النهاردة الحمد لله الحمد لله وبدل المحل اتنين ومساعدتنا لأهلين ازاي ان انا طلع المنتج بتاعي للمزارع وبسعر التكلفة بتاعته وانا باخد من ورائي الرمزي لزاة على فكه اهل ديارتك بيحبوك جدا هناك بسعر احبوك والله الحمد رب العرب عايز اقولك ان هما من الناس اصلا انا انا نزلت ديارت حضرتك و بلدك تمام و دوني عاملين لك فيديو بأغنية كده نشوفها مع بعض نشوفها بان لأ ما شاء الله شباب بلدك حبيناك قبل والله هل تشرف بيهم شباب بلدي هم أهلي بصي حضرتك إحنا في الأرياف دايما في الأرياف إحنا القريب والغريب يعتبروا أن هم أهل بعضهم يعني إحنا مش غربة عن بعض أنا ممكن أعدي على بيت حضرتك ممكن أعدي على بيت كذا ممكن أعدي على بيت كذا مش عندنا لأ والله ده خصياته كذا هي الأرياف معروفة كده بيت واحد بيت واحد الله يبارك في حضرتك طب على كده بقى هم مطلب شعبي إن حضرتك تترشح الانتخابات المجلس النوابة شناشين نامي حضرتك إن شاء الله والله إن شاء الله لأن الناس كتير من الشباب يتكلمون معي في الموضا ده والموضا ده أنا عمر وكنت حبه أنا لا بحب سلطة ولا بحب مراصب ولا بحب جاه أنا بحب أن أكون أعيش وسط الناس زي زيهم والحمد لله أهل قريتي يعرفوا مين أحمد ويعرفوا أحمد ده كويس عشان أنت واحد منهم أنا واحد منهم وعيش وسطهم وعيش بينهم لأنا لي مش عارف بيت فين ولا لي فين أو أنا لو دخلت للانتخابات أو مشيت في موضوع ترشح للانتخابات إن أنا مثلا بعد ما هنجح مش هيشوفوني تاني وكلا لا 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 ده دي بقى حاجات تانية بقى أسئلة بما إن حضرتك بقى إن ويت الترشح للانتخابات معي بقى تحت أمر تحت أمر طبعا إتنا عرفين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي إدى ميزة للشباب فوق 25 سنة إنه يقدر يدخل في الانتخابات ويرشح نفسه طبعا الميزة دي مكادش موجودة قبل كده تمام وبما إن حضرتك من الشباب عايزين نوضح بقى لستادة المشاهدين اتدافع ورا ترشحك والله يبص حضرتك الدافع ورا ترشحي أول هام ما كانش حد من الشباب إن هو يفكر يدخل يترشح في مجلس شعب لكان في الأعوام اللي قبل كده أو الكلام ده كله لإن ما كانش فيه دعم للشباب لو كان فيه دعم للشباب كان والدي كان جدي كان أيا كان مين كان هو في عز شبابه كان يترشح أو أي حد فكر لكن ما كانش فيه حد في الأعوام من قبل كده قبل سيادة الرئيس عبد فتاح السيسي فتح مجال للشباب للترشح لمجلس النواب والكلام والدافع برضو إن أنا برضو إن أنا تقدم لحاجة زي دي أو لمجلس الشعب إن بعض النواب لما بتدخل يعني بيلتفح حوالين الشباب أنتو أخواتنا وأنتو حبايبنا ما بنشوفهم جتين ما فيش الكلام ده ما بنشوف شي يعني أنت ماشي أنت بتيجي تقول لي أنت أخويا وإنت حبيبي وإنت 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 وبعد ما حضرتك ما بتنجح وبتوصل للكرسي أنا ما بشوفكش أنا لو في إيدي ورقة هروح أقدمها لحضرتك تروح للمقر بتاعه ممكن طب خلاص سيادة الناب بعد أسبوع وتحطف الدرج والخمس سنين الخمس سنين ما حطفت الدرج لما يجي نائب تاني أو هو يجي يلتف علينا تاني ويضحك علينا تاني إحنا شبعنا إحنا عايزين واحد مننا عايزين واحد مننا يشوف مشاكلنا بص حضرتك بلاش أحمد يعني بلاش أحمد أنا أنا الشباب لو شايفين أي حد تاني غير أحمد أنا ما عندش مشكلة سديني أنا هامشي وراه وهسنده بس إحنا عايزين واحد يبقى دمه من دم الشباب بالضبط واحد مننا يحس بمشاكلنا وحسب بينا ويدعمنا الله يبارك في حضرتك لكن لما يجينا واحد مقضى حياته برا دايما ويجينا عشان يقعد معنا شهرين ثلاثة اللي هي فترة الانتخابات ويمشي ويسيبنا تدحس بمشاكلنا إزاي ده طب عارف ده تعبان من إيه ولا عارف ده إيه ولا عارف المزالة ده ولا عارف ده بيته إيه بالنسبة لأحمد أنا عارف بيت كل واحد في قريتي وعارف ده عايش إزاي وده رايح فين وده جاملين وعارف الشباب ومشاكل الشباب وإن اللي بيحصل عشان عايش في وسطهم طيب بما إن حضرتك أكيد بقى في وسطهم ومنهم يعني على درائب مشاكلهم تمام اللي الرأسية عندنا من تعليم من صحة من بطالة الشباب ده رقم واحد يعني عندنا بطالة الشباب وعندنا كمية الشباب اللي بتشوفيها قاعدة على القهوة سدقيني بتحزن وبتزعل يعني أنا كم ضمن الشباب أنا لو أطلع عود على القهوة تس ساعة اثنين ثلاثة بالليل طب أنا آخر يعمل إيه نهار جعلناها بطول النهار وعمر بيروح مني طب ليه طب ليه دي ما نجمعش الشباب ونبقى فكر واحد ونبدأ نعمل مشارية إحنا ناخد إيدينا بإيدينا ما نستناش ده نعايز وظيفة حكومية ده نعايز وظيفة في قطاع خاص ده طب ليه ما احنا نعمل مشارية إحنا ممكن بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة ممكن نبقى عندنا مصنع ممكن نبقى اثنين ممكن نبقى اثنين ممكن نبقى ثلاثة انت فهمنا حضرتك بس لو اجتهدنا فيش حد بينجح بدون اجتهاد ما فيش حد بينجح بيبقى على قهوة فيش حد بينجح بيبقى نعم في بيته وحبك مترشح من قناهي دايرة والله مركز كفر شكر وبانها وبانضر بانها وبانضر بانها تمام طيب كنت عايزة أسأل حضرتك بقى تحت أمر ايه هي المواصفات المرشح الجيد بص حضرتك اقولك والله يعني مواصفات المرشح الجيد انه يكون مهتم بشؤون دايرةه انه يطلع بعد الخمس سنين رب لك اتضر له وكتب له من دخل المجلس يكون مقضي خدمات أهل دايرةه لأكلها عن ستين أو سبعين في المجلس هو دا المرشح الجيد بالنسبة لك مفيش غير كده طيب وانت شايف المواصفات دي متوفرة فيك والله انا مش شايف هم الشباب اللي شايفين وانا لو قدر لربنا ودخلت في المكان دا انا لازم اخليهم خمس سنين محصنوش بإذن رب العالمين بإذن الله ان شاء الله احنا طبعا حضرتك لست كنت بتقول نواب مجلس الشعب يبقوا موجودين في وسط الناس قبلها بشهرين ثلاثة في المناسبات في الشوارع في المقاهي في كل المناسبات مع الناس وبعد ما بينجحوا ما بنشوفش حضر ما بنشوفش طيب حضرتك بقى لو ربنا وفقك وانجحت في الانتخابات ايه التسهيلات اللي هتعملها الاهل دايرتك بحيث ان هم يقدروا بسهولة يوصلوا لك ويعودوا عليك مشاكلهم؟ لا مش تسهيلات انا بالنسبة لنا لو ربنا وفقني وانجحت انا بالنسبة لنا بالنسبة ل مجلس الشعب دا وظيفة زي اي وظيفة في جلسة انا بحضرها في جلستين في الكلام دا كل انا برجع في بيتي في دنيتي وسط اهلي مقر في بيتي مش هعمل مقر برا لا مقر في قلب بيتي يعني حضرتك هتعمل مكتب مسلا جوال بيتي في قلب بيتي بحد موظف هياخد من الشكاوي ويعرضها لحضرتك في نفس اليوم في نفس البيت تمام في نفس بيتي كل اللي يخبط على باب احمد لازم يلاقيه كل اللي هيكلم احمد في التليفون لازم يلاقيه لازم نغير منظومة وفكر اعضاء مجلس الشعب عن الدائرة بتاعك تمام طيب سؤال تاني تحت عمر حضرتك ماريش يستحملني لا لا تحت عمر حضرتك تحت عمر في ناس بترشح نفسها بس مش معرفين تمام يعني بيجوا وقت الانتخابات كتاب يظهروا للناس وخلاص بفلسهم لأ صدقيني لازم يتحطي تحتها كم خط طبعا 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 انا عايزة حضرتك توضح للناس تمام ايه المشروعات والحاجات اللي خدمت بيها بلدك تمام خلال الخمس سين اللي فاتوا بص حضرتك عملت مشروعات وخدمت يبقى انا يبقى انا فضحك على حضرتك وبضحك عالشباب احنا هنعمل مع نفسنا وهنعمل مشاريع بادينا احمد ده طلع في المكان ده يبقى مش احمد اللي طلع لوحده ده كل شباب الدايرة طلعوا مع احمد كل شباب الدايرة لازم ينتجوا بنسبة ستين او سبعين في المية والمشاريع لازم توصل لنسبة ستين او سبعين في المية لكن هقول لأنا عملت مشاريع وعقولي الكلام ده أنا ما عملتش مشاريع بص أنا تفكيري كشاب من ضمن الشباب اجتهدت عملت مشروع أنا ساعدت على قد مقدرة انت فاهماني؟ لكن أنا عايز الشباب نبقى بيننا في ايدين بعض ونكبر كلنا مع بعضنا لكن لو لنا نائب بيمثلنا صح وبيسأل عننا سدقاني كان الشباب بقى حلهم حياة تاني ما كانش حد فينا مفكر يدخل مجلس الشعب ليني لين حد بيسأل علينا؟ طبعا الحاجات دي التواجدت عشان تسهيل للناس تمام نطلع فاصل تمام أستاذ أحمد بالنسبة للصحة والمستشفات حضرتك راضي عن مستوى الصحة والخدمات الصحة الموجودة في المستشفات؟ والله هبقى بضحك على حضرتك لو قلتك أنا راضي ولا حد في المركز في المركز عندنا راضي يعني أنا بناشد وزارة الصحة يعني الله يعينها في مجهوداتها وتعبها وموضوع كورونا اللي جي مستجدة علينا دا كانت حاجة صعبة عليها والدولة كلها مش عليها لوحدها وإزاي إن حضرتك قدرت إن هي تواجه الموضوع دا وأقل الخسائر وبصراحة كان لها مجهودات عظيمة وتقدر وتتشال على الراس فعلا يعني ولها احترامة وتقدر بس أنا عايز من سيادة الوزيرة حاجة واحدة بسي عندنا مستشفى في مركز كافرشوك المستشفى دياً بتعمل لها صيانة بدأت دلوقتي بقى لها سنتين أو ثلاثة أو أربعة طب إمتى هتنتهن المستشفى دياً عشان أهلنا اللي متبهذلين بقى لها ثلاث سنين ثلاث سنين أو أربعة سنين أو يمكن أكتر طب إحنا عايزين إمتى المستشفى دياً يعني والله إحنا مش بنحمل عبق على سيادة الوزيرة بس عايزين نعرف إمتى إن المستشفى هتتشطب إن أهلينا بدل ما بيتعب على ما بتيجي أسعاف على ما بيروح مش عارب فين طب إحنا إحنا مستشفى وفي مركز ومستشفى كبيرة معروفة فبالناشط سيادة الوزيرة برضو من مكاننا دا إن هي تبصر المستشفى بتاعي أكيد أكيد ناشط وزيرتي الصحة إنها تتابع المستشفى دي وتتابع دي طب هل برضو في المستشفيات دي بيتتوافر كل الأدوية؟ لا أنا مش هجامل برضو إنه لا طبعاً مش كله بس برضو يعني الحمد لله إحنا بنلاقي بنسبة 60 أو 70 أو 80% يعني بنلاقي نسبة رعاية بنسبة 60 أو 70 لا في القرية ولا في لا لا مش في القرية في المحافظة في المحافظة لكن لا قرية ولا مركز عندك كم مستشفى في القرية؟ عندنا مستشفى واحدة واحدة بس بس مؤكد بسيطة بقى لا والله هي مستشفى كويسة مش بس هي أنخصها إنه لازم يكون فيها عربية أسعاف عينة دي مهمة؟ تمام لا مش موجودة عندنا تمام وبرضو من مكاننا ده من ناشط سيادة الوزيرة إنه عندنا في القرية بتاعتنا إن كانت البقاشين أو كاف الولياء أو أي قرية من قرى الدائرة بتاعتنا لازم يكون متواجد فيها عربية أسعاف أو عربية ايه في ظل أزمة كورونا هل الدولة قدمت واجبها بشكل لائق في القرية عندكم؟ والله يا أبو الصحاب دي الدولة قدمت واجبها بشكل لا يقلها عن 90 أو 100% عشان ما ننفيش في الكلام ده كتير بس الدور كان دور نحنا الدور كان دور نحنا المفروغ أن نتبع تعليمات الدولة فيه ناس تبعت وفيه ناس ما تبعتش يعني ناس استجابت ولا فيه ناس ما استجابتش؟ فيه ناس استجابت وفيه ناس ما استجابتش يعني أنا للأسف بلاحظ أن فيه ناس لغاية دلوقتي ما بتتبعش الإجراءات الوقائية الاحترازية وخاصة في الشعب المصري بصراحة يعني شفت ناس كتير حتى لغاية دلوقتي مش مقتنعة بموضوع كورونا للأسف يعني ده برضو لأكتر ناس صلع لأغالي الكورونا وترياءة وهزار لكن فعلا فعلا ما بنتبعش الإجراءات الاحترازية في التعاملات في الجو عمتا أنا حتى في بعض الناس ما بقعد معاهم بلقيهم دماغكم يعني مش متخيلين إن الموضوع كبير أيها طبعا ما أنا بقول لحضرتك فيه ناس استجابت وفيه ناس ما استجابتش ده دور بقى المسئولين تمام والمسئولين قدت دورها أنا بص حضرتك أنا دلوقتي جيت حضرتك قلتلي يحمد لازم تاخد بالك من واحد اتنين تلات اربع وأنت حضرتك المسئولة علي وقلتلي يا أحمد لازم تاخد بالك من كذا وكذا وكذا فعلا ده كان دور السيد الرئيس ووزيرة الصحة تمام دكتور هالة فعلا كان لهم دور حل وأوي في التلفزيون إن هم يواعوا الناس بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وده يعني ده أشهده بصراحة تمام لكن المشكلة بقى في نحلة في لا وعي الشعب المصري ضعيف خالص واستجابتهم حتى الحاجات دي ضعيفة تمام فده بقى دور من المسئولين اللي جوه الداير تمام هم المسئولين دورها بصي وأكتر حاجة زعلتنا برضو بالنسبة كورونا أكتر حاجة زعلتنا إن هم المرشحين لمجلس الشعب اللي تكلموا عن نفسهم كانوا أكتر ناس مستخبئين وخايفين على نفسهم المفروض كانوا ينزلوا يعملوا توعية للشباب ويعملوا توعية للناس إنتم مش قلبكوا على قلب الناس وقلبكوا على قلب الشباب مين ظهر فكرون للأسف فيش حد منهم ظهر فكرون هوحنا شبابنا وأهلينا طيب برضو إحنا لسه جائحة كورونا موجودة ولسه العالم ملاقهاش ليها عليك طيب حضرتك بقى دورك إيه الفترة الجاية في نشر الوعي بين أفراد القرية عندك أو بلدك أو دايرتك والله يبصي هو مش خص البلدي أو دايرتي أو الكلام ده كله هو عمتاً للكل أو للشعب المصري كله إحنا داخلين مصالح حكومية لازم نلبس الكمامة داخلين ماشيين في الشوارع لازم نلبس الكمامة لازم تبقى في دينا الأدوات المطهرة لازم نحافظ على نفسنا إحنا المرض لو انتشر ما بيننا سدين إحنا الصحة عندنا هنقول بنسبة ستين سبعين تمام؟ طب لو المرض انتشر عندنا هتقول إلي صحة لو بنسبة مية في المية مش هتكون المرض فهو بيعتمد أصلاً كله على حاجات بسيطة اللي هي النظافة الشخصية تمام تمام والالتزام يعني حاجات بسيطة جداً إحنا كشعب مصري لو التزمنا بيها هيبقى هنقدر يعني نحجم الفيروس دا تمام يعني أبسط حاجة أخسر إيدك بما وسط بول تمام اعمل فيه تباعد اجتماعي على الأقل ما بينك ما بين الجنبك متر أو مترين تمام دي حاجات بسيطة جداً يعني وارتداء الكمامة الكمامة لازم نلبس الكمامة على طول تمام يعني ما نقول لها حاجات بسيطة وسهلة بس إحنا اللي ما بنتبعهاش عشان ألبس الكمامة عشان أشيل في إيدي مطهر عشان أول ما أدخل بيتي بأقنع الملابس بتاعتي بأدخل مثلاً بأغسل إيدي بأهتم بنفسي احنا ما عندناش الكلام دا ما بنهتمش بالكلام دا وهي حاجات كلها سهلة جداً طب نرجع تاني الملف الانتخابي تمام الملفات اللي حضرتك هتبتدي بيها في برنامجك الانتخابي تمام والله بص حضرتك احنا بنجهز برنامج انتخابي كوي جداً إن شاء الله يكون برنامج انتخابي يعني ما حصلش بإذن الله وفي حلقات تانية مع حضرتك إن شاء الله هنطلع البرنامج الانتخابي وهنعلنه للجميع إن شاء الله فالبرنامج الانتخابي دا هيطلع من قلب مجهودات الشباب شحمد اللي عاملوا الوحدة الشباب اللي عاملينهم معهم فإن شاء الله بإذن الله فأقرأ فرصة ممكنة حضرتك هتسمعها برنامج انتخابي ممتاز جداً 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 إن شاء الله بإذن الله طيب أنا عايزة بس أتطرق لموضوع التعليم تمام قبل ما ننهي الحلقة تحت أمر حضرتك بالنسبة للتعليم تمام حضرتك منظورك له إيه؟ جودة التعليم دلوقتي؟ مقترحاتك لتحسينه قدام؟ قص حضرتك أي دولة مكادش مبنية على أو دولتنا بمعنى العصر مصر مبنية على الزراعة والتعليم إن مكانش الزراعة والتعليم دول أكبر حاكتين نكحين تصدقني الموضوع يبقى صعب بعد كده وإيه رأي حضرتك في سياسة السيد الوزير؟ لا والله هي سياسة نكحة جداً بس أنا عايز سيادة الوزير يهتم بالمدارس نفسها أنا النهاردة معظم المدارسين بتعمل إيه؟ طروس خصية وراء ما بقاش حد يهتم بالتعليم بتاعنا تاني أنا النهاردة أنا في قلب المدرسة ابني في المدرسة مش ههتم عمل واجباته أو ما عملش أو كلام ده هو سيادة الوزير دلوقتي بيحارب الدروس الخصوصية تمام 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 وأنا بقولك أنا مع سيادة الوزير في اللي بيعمله وده قرار صائب البديل 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 الدروس اللي أنا هاخدها والكلام ده كله تمام أنا المفروض يفي مجامعة تقوية داخل المدارس مجموعات تقوية سعر تمام داخل المدارس التزام المدرسين بشرح المناهج اللي هي تبع وزارة التربية والتعليم مش المناهج هي الكتب الخارجية لأ أنا التزم بالمنهج بتاع التربية والتعليم بتاعي التزم ازاي ان انا اهتم بالطالب احبى بالطالب في المدرسة بدل ما الطالب مش مفكر في المدرسة لا مفكر في الدرس الخصي برا لا ازاي ان اوصل الطالب واحباهه في المدرسة ازاي ان هو رايح المدرسة ده بالنسبة له ده بيته وحياته وعيشته اهلا بالنسبة لنا الطالب لو رايح المدرسة الصبح ده لو عايل صغير راح يعايل طيب احنا قبل ما نختم حلقتنا تحب تقول ايه لأهل دايرتك والناس اللي وقفت جنبك في حياتك والله انا احب اقول اوجه كلمة برضو للشباب والاهل دايرتي ان احنا لازم نكون الوحدة يعني صدقوني لو احنا كشباب وقفنا ايدينا في ايدينا بعض وقومنا كل المرشحين اللي جايين يستغلونا بنفوزهم وفلسهم ان شاء الله هل تخطي الصعب كله وان شاء الله لو ربنا كرمنا ودخلنا واخدنا الخمس سنين لازم نثبت لأهلنا ان الشباب ديا قوة لا يستهن به ان في شباب ناجح وفي شباب كويس بس كان محتاج توجيهات بس من الشباب فاشل ان شاء الله نتمنى لحضرتك النجاح في الانتخابات ونشكر حضرتك جدا وللأسف وقت الحلقة خلص ان شاء الله يوم الحد الجاي الساعة خمسة انتظرونا على قناة الصحة والجمال وبرنامج امل بحياة الى اللقاء